حفظ المغرب على حضوره ضمن طليعة البلدان التي تقود الصباق نحو الحياد الكربوني على مستوى العالم بارتقائه إلى المركز الثامن في تصنيف مؤشر الأداء المناخ لسنة 2025 الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29 المنعقد بباكو وأكد خبراء مؤشر الأداء المناخ أن المغرب يظل رائدا في هذا التصنيف حيث يعتبر فاعلا إقليميا طلائعيا في مجال التنمية المستدامة والحد من غازات الاحتباس الحراري وأشهد الخبراء ذاتهم في التقرير الذي يقدم تصنيف مؤشر الأداء المناخ لسنة 2025 بالأولوية التي يوليها المغرب للتنمية المستدامة والتي تتمثل في التزامه ببلوغ نسبة 52% من الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بحلول سنة 2030 وفي التقدم الملموس المحرز في تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والريحية ترجمة نانسي قنقر